تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدح حفظه الله ورعا رسالة الخطية من أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله وتضمنت الرسالة دعوة جلالته لحضور أعمال النسخة الخامسة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي سيعقد في مدينة الرياض أواخر شهر أكتوبر الجاري وسلم الرسالة إلى جلالة الملك المفدى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين خلال استقبال جلالته له هذا اليوم في قصر لسخير وأعرب حضرة صاحب الجلالة عن شكره وتقديره لأخي خادم الحرمين الشريفين على هذه الدعوة الكريمة مشيدا حفظه الله بالعلاقات التاريخية الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين وما تشهد هذه العلاقات من تعاون دائم وتنسيق مشترك في كافة المجلة كما أعرب جلالته عن اعتزازه بالدور الريادي الذي تطالع به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين رعاه الله على الساحة الدولية وامبادراتها الهامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي وأنوها جلالته بجهود المملكة في تنظيم منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار وما حققهم من نجاحات منذ بداية انطلاقته متمنيا للمشاركين فيه والقائمين عليه كل التوفيق والنجاح بما يعزز التعاون والتآذر الدولي ويسهم في الوصول للتطلعات المنشودة لمستقبل الإنسانية ترجمة نانسي قنقر